انا طاها انا حب الشور اختار عدسته الخاصة ليصور بها الحياة التي يريد طاها علي لم تكن متلازمة داون عائقا امامه من اجل ان يصل ابن مدينة كوت العراقية من موليد عام 2000 بزغت شمس موهبته منذ ان كان في سن الخامسة ومع افتقاد العراق لمدارس تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة مع مطلع الالفية الجديدة لم يكمل مصور قصتنا دراسته فاطلق العنان لموهبة التصوير التي ظهرت بحسب عائلته مع بداية انتشار الهواتف المحمولة مستخدما كاميرا الموبايل في بداياته الشاب طاها علي من العراق من دول الاحتياجات الخاصة بصراحة هو متلازمة داون اكتشفنا موهبته من كان عمره بحدود الاربع سنوات الى خمس سنوات اكتشفنا عنده موهبة للتصوير الفوتوغرافي هذه الموهبة بصراحة خلتنا او شجعتنا او جذبتنا انه نتابع طبيعة هالموهبة هاي اللي هي عنده فاكتشفنا انه عنده صور غيرت لمسات فنية راقية وجميلة بصراحة من شافوها اصحاب الاقتصاص والشن قالوا انه هذه يعني قليل ما تشوفها انه عدد الانسان السوي اما طاها لا يختلف لانه هو طبيعته انه من اصحاب ذوي الهمم او ما يسمى بالذوي الاحتياجات الخاصة اكثر من ثلاثين معرض شخصي اقامهم طاها في العراق وخارجه مع مشاركات اقتربت من حاجز المائة مشاركة عربية ودولية زين بها رحلة الطموح بجوائز عالمية جعلته عضوا في عديد الجمعيات المختصة بالتصوير وعالم الفوتوغراف سوى الكثير من المعارض حدود اكثر من ثلاثين معرض شخصي وبصراحة اختارنا النوع للكم اما مشاركات اللي هي محلية ودولية عندها مشاركات هذه المشاركات يعني فاقت لأكثر من حدود ناهزة الميت مشاركة موهبة تحاكي موهبة الانسان الطبيعية لكنها جاءت بانامل من حول البلاء لموهبة ونجح في ان يسير رحو ما يصب اليه رغم مرارة الظرف اشتركوا في القناة